كان بيحب نجلأ فتحي واحتفظ بصورتها في مكتبه وعمل بيها حدثة لما عارف إنها تغطبت لغيره سر قصة حب أحمد زكي ونجلأ فتحي وليه رفضت الجواز منه أصروا حكايات كتير عاشها الفنان أحمد زكي مع النجمات منهم اللي كانت إشاعت بتطلع علي بسبب شهرته الكبيرة ومنهم اللي كانت حقيقة تفي قصة حب كتير عاشها الفتى الأصمر مع جاملات السينما المصرية واحدة منهم كانت الفنانة الجميلة نجلأ فتحي اللي حبها جدا وكان ناوي على الجواز منها لكن فجأة كل حاجة تغيرت بعد ما تهرب أكتر من مرة من الجواز منها ورفضت نجلأ للجواز منه في النهاية فيترى إيه الحكاية؟ في البداية أحمد زكي كان معروف عنه حبه الكبيرة للفنانة هالة فؤاد والدة ابنه الوحيد هيسم هالة كانت أول حبه وجواز في حياته وكان بيحبها جدا لكن بسبب عصبيته وغيرته جوازهم من جحش فانفصلت عنه هالة وقدرت تتخطى علاقته متجوزت بعضه شخص تاني كان لسه بيحبها في يوم وفاتها وقع أحمد زكي من طوله ما كانش مسدق فضل واقف جنب جوزها في العزة لكن الغريب أنه حتى بعد وفاة أحمد زكي كان بيرفض الجواز لشعوره بأنه هيكون خايل لها رغم أنه كان بيعيش قصص حب منها قصة حبه مع الفنانة الجميلة نجلأ فتح واللي جمعهم ببعض أفلام عملوها سوا خلال الفترة دي كان ناوي على الجواز منها بشكل جدي لكن في كل مرة كان بيتم تحديد معاد نهائي الجوازهم كان بيهرم وده اللي خلى نجلأ تغضب منه جدا وصرفت نظر عن موضوعهم فتمت خطوبتها من شخص قريب ليها بيشتغل في الإمارات ولما أحمد زكي عارف بالخبر جن جنونه واتصل بيها وطلب أنه يقابلها فعلا قابلها وخدها معه في العربية وراحوا على طريق اسكندرية الصحراوي وتقلبت بيهم العربية لكن نجلأ قدرت تتفادى الإصابة والإتصاب هو أحمد زكي فحصله قصوره كدما بسبب الحدثة عشان كده نجلأ وقتها فضلت جنبه في المستشفى لكن بعد ما خفه بقى كويس وخرج من المستشفى نهت موضوعها معه تماما بعدها عاشت قصة حب مع الإعلام الكبير حمدي أنديل وتجوزه ورغم أن قصة الحب من أحمد زكي ونجلأ فتحي انتهت لكن أحمد زكي فضل محتفظ بصوره معها في مكتبه مع صورة الفنانة سعاد حسني فالمساعد الخاص للفنانة الأصمر أكد أنه كان حابب يحتفظ بصورة سعاد من مسلسلهم مع بعض وهو وهي لأنهم كانوا أصدقاء أما صورة نجلأ فتحي فرفضت أنها تتشال وصمن من أنها تكون هي كمان في مكتبه أما قصة الحب الأخيرة اللي عاشها زكي فكانت مع الفنانة السورية رغضة واللي اشتغلوا كتير مع بعض وجمعتهم قصة حب لكن ما انتهتش بالجواز ورغم كده رغضة فضلت وقفة مع أحمد زكي وقت مرضه وما كانتش بتسيبه في المستشفى لحد ما توفى ربنا يرحم الفنان الجميل أحمد زكي ويسكنه فسيحة جناته اشتركوا في القناة